اشتركوا في القناة طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وهي يعني مش مناسبة او سيئة ومن الافضل عدم البدء فيها باي شيء جديد جيدة لعلاج الاسنان العمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر الامور اللي الها علاقة بفحص العيون مثلا برضو ممتازة الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح اليوم الاربعة بتوقيت جرينيتش يعني ستة ونص بتوقيت الاردن القمر بنتقل منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد بما انه القمر استقرر في برج الحمل فاليوم التأثيرات رح تكون على جميع الابراج يعني على جميع الاشخاص انه في هاي الفترة منشعر انه عنا طاقة كبيرة للعمل للحركة للاتصالات نشاط عالي منكون اكثر تصميما واكثر استقلالية وممكن نبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور في بعض الاوقات في بعض التصرفات او نتسرع في بعض القرارات يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها ممكن انه نفقد دبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك برضو تعديل قصة شعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا اليوم اكثر من حدث عنا زاوية بطيئة هي اول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو طبعا سلبيتها مش بها القوة لانه عطارد سعيد بالفترة هاي فمن ضاعف حدة السلبية تاعتها طبعا هاي زاوية اوجهة بما انه هاي زاوية لها تأثيرات تقريبا بحدود الخمس ايام ورح تستمر خمس ايام قادمات هي اوجهة ساعة وحدة 11 دقيقة بعد الظهر بتوقيت يعني بتوقيت الاردن ساعة 4 11 دقيقة عصرا هاي زاوية اجمالا هي اللي خلتنا نشعر بالايام الماضية انه شوي عنا نوع من انواع الكآبة الهم الشعور بالذنب في عنا شوي تزايد بالعنادة منصمم على قراراتنا منتراجعش عنها بتسبب نوع من انواع النزاعات يعني شوي ممكن تحتد فيها الامور مع المحيط مع العائلة مع الاقارب مع الاصدقاء اهم نقطة ضعف لهاي الزاوية تحديدا لعطار دوبلوتو هي امور الها علاقة بالقلب الجهاز العصبي العضلات وبرضو امور الها علاقة بالنيران بالنسبة للتأثيرات الدولية كما منلاحظ انه في الايام الماضية صار فيه نوع من انواع الانتقاد اه للصحافة وخصوصا لبعض الدول وهاي ممكن انه اه ركزت على مكافحة الجريمة ازدياد حوادث العنف العدوان بالفترة هاي بشكل اكبر كمان ممكن انه اه الفترة اللي بصير فيها هاي زاوية يتم كشف معلومات مخابراتية او مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء اه احتمالية انه يصير مثلا اشياء الها علاقة بالطبيعة هي مثل زلازل خفيفة حرائق خفيفة او امور الها علاقة بالتقلبات الجوية اللي بتيجي بشكل مفاجئ الحدث الثاني هو انتقال الشمس للميزان طبعا مجرد ما انه الشمس تنتقل من العذرة للميزان يعني بمعنى اخر بدأت اعياد اه موليد برج الميزان عشان هيك قبل ما نبلش بدنا نحيي لموليد برج الميزان كل عام وانتو بكل الخير ان شاء الله طبعا انتقال الشمس من العذرة للميزان رح يكون في تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم الاربعاء طبعا بتوقيت الاردن الساعة عشرة وعشرين دقيقة اه بتوقيت الاردن اه طبعا اه رح يمكث الشمس في برج الميزان لغاية ثلاثة وعشرين او صباح ثلاثة وعشرين عشرة ويعتبر دخول الشمس في لحظتها اللي هي في ساعات المساء مساء يوم الاربعاء هي اعلان بداية الاعتدال الخريفي يعني بدأ الخريف رسميا خلال الفترة المذكورة اللي هي الفترة ما بين بكرة مساء او اليوم مساء عفوا اه اه ولغاية ثلاثة وعشرين عشرة هاي فترة اه نقدر نسميها احنا فترة موليد برج الميزان اه بيدخلوا موليد الابراج الهوائية فترة افضل من سابقتها لا سيما صحيا الميزان الجوزاء الدلو ومعهم الابراج النارية زي الاسد والقوس والحمل هم يعني نقدر نحكي المستفيدين ولكن الحمل هو اقل المستفيدين في هذا الموضوع لانه الشمس تعتبر مقابلهم تماما فابتسحب من طاقتهم ومع وجود الشمس في الميزان يعني اكثر الابراج اللي بدها تنتبه بهاي الفترة هي ثلاثة ابراج اقوى يعني اكثر برج بده ينتبه اللي هو العقرب لانه اول اشي الشمس بوجودها بالميزان يعني ببيت متاعبه الثور بدهم ينتبهوا برضو لانه هذا البيت السادس لهم اللي هو بيت الصحة والحمل لانه مقابلهم لانه بيسحب من طاقتهم بيخلي طاقتهم ضعيفة بدهم ينتبهوا لغذاهم وراحتهم ابرز المجالات اللي رح يتأثر على الابراج جميعها بسبب وجود الشمس في الميزان وهي تعتبر توقعات شهرية يعني عليها ممكن تبني حكي لمدة ساعة ولكن كله بتعلق في هالفقر الصغير اللي انا بدي احكيها لانها هاي تعتبر توقعات شهر من اليوم لغاية يوم 23 هاي اهم الاحداث فعشان هيك لو بدي اظل انا اسرد بالحكي ممكن اعمللكو حلقة مدتها ساعة وانا الف وادور على نفس النقاط البسيطة المختصرة اللي انا بدي احكيها لانها هي اغلب اللي رح يأثر على جميع الابراج بالنسبة لموليد برج الحمل واللي طالعهم الحمل بيعززوا شراكاتهم المالية والعاطفية بشكل جيد في منهم نسبة كبيرة ممكن انهم يرتبطوا بالفترة هاي او يصير في عندهم نوع من انواع المصالحة ما بينهم وبين ازواجهم او يبدأوا بشراكات جديدة ولكن الاهم انهم بدهم ينتبهوا لصحتهم لانه طاقتهم بتكون ضعيفة بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم الثور بدهوا بيبدأ العمل عندهم بالتراكم تدريجيا بيصير عندهم نوع من انواع الخلافات ما بينهم وبين زملائهم او رؤساهم بالعمل بيصير في نوع من ارواع يعني المشاحنات في مكان العمل او بيصير العمل مش ملائم لهم او بتذمروا من عملهم اهم اشي انه برضو بدهم ينتبهوا لصحتهم بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم الجوزاء بيشعروا بالفترة هاي بخوة الحظ والعاطفة والامور المالية في منهم ممكن يستفيد على مستوى فرحة يعني علاقة بداية ارتباط مولودة جديد مناسبة يعني كلها الها علاقة بالامور الايجابية بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم السرطان بيستفيدوا في كل المجالات اللي الها علاقة بالبيت يعني مجال السكن تغيير سكنهم الامور العقارية الارتباطات العائلية الافراح المناسبات العائلية برضو وبرضو بتيجي من ناحية سلبية بامور الها علاقة بالبيت في منهم ممكن يبدأ بتأثيث بيت سكن او يعمل نوع من انواع الصيانة او بعض المشتريات بالنسبة لموليد برج الاسد واللي طالعهم اسد الفترة هاي هي تعتبر من الفترات المميزة لهم لانه بالفترة هاي بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر وخصوصا يعني بانواعه تنقلاتهم اتصالاتهم طبعا مش هجرة يعني يعتبر هذا السفر اللي هو سريع انك بتسافر لبلد رحلة زيارة شمت هوا زيارة اقارب ترجع لبلدك يعني هاي الحركات والتنقلات اللي بين المدن وبينشطوا بالاتصالات بشكل كبير بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم برضو الفترة هاي جيدة لتعزيز العلاقات ما بينهم وبين الاخوة ما بينهم بين الجيران في منهم رح يهتم بالاجهزة الالكترونية او امور الاتصالات او امور الها علاقة بالسيارات بالنسبة لموليد برج العدراء واللي طالعهم عدراء الفترة هاي هي تعتبر من الفترات القوية اللي الها علاقة بالامور المالية فالفترة هاي بتفتح امامهم فرص مالية من الاغلب تيجي من عمل اضافي ولكن منهم اشخاص ممكن يستردوا اموال لهم او يرتبوا وضع مالي كان صعب عليهم بالفترة الماضية بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان بيبدأوا فترة افضل من سابقتها صحيا ونفسيا ولكن مش بعد يومين تيجوا تقولولي انه ليش ما تحسنش وضعنا ليش ما صارش عنا لانه عادة احنا منحكيها دائما وبعدلكم اياها هي كل ما ييجي عيد ميلاد شخص منكم تنتهي هاي المتاع طبعا الان مع دخولها للميزان تدريجيا بتبلش وتشعر انه الاوضاع بلشت تتحسن يعني بشي طفيف لما يوصل عيد ميلاد اي مولود من موليد برج الميزان تعتبر هي هاي بداية الصفحة الجديدة او العام الجديد لالهم ولكن بدو ينتظروا دخول القمر على مكان مناسب لاله يعني اي برج هوائي بدخله القمر هنا بعزز الطاقات بشكل اكبر وبرضو بعطيك دفعة انه حضوضك وطاقتك ترتفع بشكل كبير اما بالنسبة لموليد برج العقرب فهم على عكس موليد برج الميزان لانه هنا هاي الفترة بتكون مش مريحة لا صحيا ولا نفسيا بتتعطل عندهم كثير من الامور باي شيء بكونوا موعدين فيه ممكن يتأجل او يلتغي في اخر لحظة نوع من انواع الخلافات بتصيرهم بينهم وبين بعض الاشخاص تعتبر هاي الفترة احنا منسميها فترة الغربال اللي بتغربلوا فيها كل علاقاتكم واعمالكم الاشياء اللي ما بتناسبكم بتكبوها وبتلغوها من حياتكم وبتبدأ صفحة جديدة اللي هي لما الشمس توصل لعندكم اللي تبدأ مرحلة حياة جديدة او صفحة جديدة لالكم اما بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس فالفترة هاي هي فترة النشاط الاجتماعي علاقات معارف اصدقاء جدد معارف جدد تستغل معارفك دعم من بعض الاصدقاء كلها بتعتمد على هاي الامور ومناسبات كتير ممكن تتوجه لك دعوات بشكل كتير كبير في الفترة هاي بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم جدي هنا التركيز بصير على الامور الاجتماعية وبرضو بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل يعتبر هذا البيت بالنسبة لهم هو بيت السمعة اذا استغلوا جيدا فممكن ينالوا الشهرة في هاي الفترة وتكون الامور مناسبة لهم اجتماعيا او عمليا او بعلاقاتهم اذا مشوا بالطريق الثاني اللي يشوهوا سمعتهم مجازفات ومغامرات ومخالفة قوانين فيعرفوا ان الفترة هاي ممكن يشوهوا سمعتهم ويصير في عليهم بعض علامات الاستفهام بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هم برضو من الاشخاص اللي رح يستفيدوا بشكل كبير لانهم رح ينشطوا بامور الها علاقة بالسفر البعيد الهجرة اوراق الهجرة الاتصالات البعيدة بيستفيدوا برضو الطلاب الاكاديميون في دراستهم الجامعية وخصوصا طلاب الجامعيين برضو هي جيدة الامرور اللي الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية او المحاكم برضو علاقاتهم مع الاجانب برضو بتكون ممتازة واخيرا مع موليد برج الحوت واللي طالعهم حوت الفترة هاي تتاح الفرصة لمكسب بيجي مالي بيجي من شراكة من تعويض من تركة اموال لالكم كانت متأخرة ممكن تستردوها استحقاقات مالية ممكن تنغو او تنهو امور الها علاقة بالديون فهاي الفترة برضو بالنسبة لالكم احسن من الشهر الماضي لانه الشهر الماضي كانت الشمس يعني تعتبر في المواجهة الان هي تحركت فالاوضاع بالنسبة لالكم احسن لانها في البيت الثامن اللي لها علاقة في الامور المالية بشكل مباشر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 11.41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن ما بعد منتصف الليل هاي الزاوية ويمكن بكرة نعيدها مرة ثانية ونذكر بانتقال الشمس لانه هاي رح تيجي بتوقعات الغد اكثر لانها بعد منتصف الليل فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي الزاوية عشان ما حدا يفهم غلط ليش انا حكيت بده احكيها بكرة لانه هاي تقريبا بتبلش تأثيراتها من ساعات العصر فالعصر بتكون بلشت حلقتنا اللي احنا منذيحها حلقة الغد فعشان هيك رح نذكرها مرة ثانية اما بالنسبة لخلو المسار القادم بما انه القمر موجود بالحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اللي هو الثلاثة وعشرين تسعة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين واربع دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش وسبعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل ست عشر يوم في تمام الساعة اربع واربعين دقيقة عصرا بصير سبعة عشر يوم نسبة الاضاءة الان بلش القمر يصغر شوي بس صغر ورح يصير بطيء يعني كل يوم خمسة في المية فاليوم بتلاقوا انه البدر ناقص شوي خمسة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء بدأت انتقل الميزان زي ما حكينا ورح تنكث في الميزان لغاية يوم ثلاثة وعشرين عشرة ما زالت منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في الحمل حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد بنسبة عشرة في المية عطارت في الميزان حتى يوم سبع وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة وثلاثين في المية الزهراء في العقرب حتى يوم سبع عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية المريغ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم فقدكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط اليوم تقدروا تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم اليوم رح يهتموا موليد برج الحمل بمظاهرهم أو بمظهرهم وبأشياء لها علاقة بالتغييرات تعتبر هاي مرحلة للانطلاقة أو انطلاقة لمشاريع جديدة اليوم رح تتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين تعتبر انت اليوم سباق ورائد على حسب حق الاختصاصك يعني اذا كنت ربت بيت ممتاز اذا كنت بتشتغل ممتاز بتشتغل بالاستراد والتصدير ممتاز بتشتغل بالجيش ممتاز في اي مكان انت فيه اليوم مناسب لإلك جدا برج الثور طبعا يوم آخر لغاية يوم الغد بيظل الأجواء مش مناسب لإلكم بالسبب وجود الثمر في بيت المتاعب وهذا بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاكم وراحتكم اليوم راح تحس انه هيك طاقتك ضعيفة شوي يعني بتتأخر بعض الأمور ممكن تلغى بعض الأمور ما بتمشي معك الأمور مثل ما بدك أهم شيء بالفترة هاي انك تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة إلا إذا كنت مضطر على هذا الموضوع فبدك تراجعها وتدرسها وتستشير أهل الاختصاص فيها عشان تتأكد من كل أمورك إذا اليوم عندك موعد أو عندك شيء بدك تتأكد منه أكثر من مرة لأنه ممكن يلغى أو يلتغي حجزك أو تلتغي ارتباطاتك بشكل مفاجئ ممكن أشخاص يوعدوك بشيء واليوم ما يوفو فيه مرج الجوزة طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع اللقاءات أو الاتصالات أو التعاون ما بينكم وبين أصدقائكم بشكل كبير أشخاص منكم من موليد برج الجوزة ممكن يشاركوا في حفل أو في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك اليوم تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي الفترة تعتبر بالنسبة لإلك يعني فترة ممتازة وجيدة يحاول أنك تستغلها وتنجز كل الأمور المهمة بالنسبة لإلك قبل الغد لأنه في الغد القمر رح ينتقل للثور بيت متعبك ورح تدخل في فترة صعبة فعشان هيك إذا في عندك قرارات عندك أمور عندك أوراق بدك توقعها استغل هذا اليوم برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جذارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة وعلى أعمالهم بشكل جيد أهم شيء أنه اليوم دير بالك من الانفعال وبدك تأخذ نفس طويل في قراراتك بتحركاتك بتعاملاتك ما في داعي للتسرع أو التهور اليوم هاي فترة تعتبر شوي فيها نوع من أنواع السلبية لأنه القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك فبتكون مشحونة الفترة هاي ببعض المتاعب والتوتر بدك تعالج الأمور بهدوء وتحاول أنك تأقف فتقدم أفضل شيء عندك بهاي الفترة اللي بنصحك فيه دير بالك من مخالفة القوانين أو المجازفة أو المغامرة بهاي الفترة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد الفترة هاي انتو دخلته اللي هي مرحلة الاتصالات والحوارات والسفر وخصوصاً أي شيء له علاقة بخارج البلاد يعني سفر بعيد بدك تقدم لهجرة بدك أوراق مثلاً إقامة اتصالات مع أجانب تعامل مع أشخاص خارج البلاد هاي فترة رح تكون نشطة بهاي الأمور وهاي فترة مناسبة لا اجتياز امتحان أو جراء مقابلة ممكن تظهر لك هاي الفترة نوع من أنواع التعاون أكبر من طبيعي مع الآخرين مع الجهات المسؤولة ممكن تنجح بالترويج لعملك ممكن تكسب بعض الدعم والتأييد بالفترة هاي أهم شيء أنك ما تهم الواجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت بدك تنظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير أهم شيء أنك اليوم تتقدم بجراءة وثقة وتكون مطمئن أن الأجواء تقريباً معظمها رح تكون مثل ما بدك برج العذرة بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض أهم شيء أنه اليوم تبادروا لتصحيح الأخطاء ترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة لطاقة فعشان هيك اليوم حاولوا أنه تمشوا أو تحركوا جسمكم شوي تنتبهوا لأعصابكم بشكل جيد خصوصاً أنه هذا الإشي رح يفيدكم في الفترة القادمة وأهم شيء أنك ما تترك غيول المتاعب أو المتاعب أنها تسيطر عليك أو تأثر عليك الأجواء تقريباً منقدر نحكي اليوم بلشت شوي تتحسن إيجابياً ممكن تحصل على بعض الدعم اليوم ولكن ممكن تقلق بشأن صحتك أو صحة أحد أفراد العائلة برج الميزان طبعاً القمر مقابلك تماماً صحيح أنه حكينا الشمس انتقلت لعندكم كل عام أنتم خير ولكن أول موليد اليوم هم أو اليوم المسى تحديداً هم اللي مقولهم كل عامة خير موليد برج الميزان واليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر في مكانه مقابلك تماماً هو سحب لطاقتكم هو يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة التصرفات العدائية بتكون حذروا من الحوادث ومن الأعداء من المشاكل من سوء التفاهم لأنه بالفترة هاي تقريباً بتكون لأنه طاقتك ضعيفة فهاي الأشياء دائماً سبحان الله بس يضعف الإنسان بتكثر حواليه المشاكل فعشان هيك حاول أنك تنتبه وتكون أنت مرن وتبعد عن أنك تضخم الغمور برج العقرب طبعاً اليوم بتكون تنجزوا كل أعمالكم المتراكمة ممكن اليوم بتجدوا تعاون بعض الزملاء لإلكم أو يساعدوكم في أمر ما حاولوا أنك تنظموا جد والغذاءكم تأخذوا قسطوا من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندكم النشاطات وربما تشعر ببعض التعب الأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها أجواء بتتركز على مسألتين المسألة الأولى اللي هي العمل والمسألة الثانية اللي هي الصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا على الأمرين هذولا تركزوا عليهم بشكل جيد اللي بيشعر بأشياء غير اعتيادية طبعاً ما بدنا نخوف إحنا ونكبر الأمور ما في خطر إن شاء الله ولكن اللي بشعر بأشياء غير اعتيادية يراجع طبيبه برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم بشكل كبير في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة بشتى المراحة بشتى الأمور باحتمال إنه يكون بس في نوع من أنواع القلب اتجاه أحد الأحبة أو أحد الأبناء ممكن تنشطوا بشكل كبير اليوم بنشاط عالي جداً بتميلوا للهو ترفيه عن النفس أنت بالفعل بالفترة هاي بتستحق بعد الضغط اللي صار الأيام الماضية والأمور اللي عكرت مزاجك وضغطتك يعني بتستحق إنه شوي هيك ترفيه عن نفسك بالفترة هاي ولكن بدون مغامرات أو بدون مجازفات الأجواء تقريباً بنقدر نحكي إنها أجواء إيجابية دعملة إليك بشكل كبير اليوم ممكن يكون في حفلة أو مناسبة أو أمور بتتعلق بالمقربين أو أحباكم بشكل واضح وممكن اليوم تسمع خبر هيك يسعدك أو تفرح له يعني قدر الإمكان برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً القمر في البيت الرابع لإلكم يعني زاوية تربيع معكم عشان هيك يبركز على البيت بشكل كبير وكل الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعقارات والعائلة اليوم ما بترغبوا بإدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة هاي تعتبر فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي انت بتعيشها فيه نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة اليوم رح تجريها ولكن في بعض الأوقات ممكن يكون فيه نوع من توتر بسبب حدث طارق رح يصير طبعاً بعض موليد برج الجدي ممكن يهتموا لأعطال لأمور منزلية مشتريات قطع ديكور مثلاً أو أجهزة للبيت أهم شيء ما تبلغوا بمصاريفكم رتبوا أموركم اليوم أغلب موليد برج الجدي تقريباً وقتهم رح يكون فل أو مليان بنشاطات عائلية برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات اليوم منكو أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح الأجواء دا عمل لكم بشكل كبير باستطاعتك اليوم قلب المعادلة لصالحك بأي اتجاه أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط ممكن اليوم تحس نفسك أنه شوي عندك سرعة بديهة عالية أكثر من المعتاد سرعة خاطر مهارة ملموسة جداً اليوم رح يكون لك نشاطات عالية الأهم أنك تنتبه أثناء قيادة السيارة لأنه في منكو رح يهتم بأمور العلاقة بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية اليوم برضو جيد لللي بده يسوق لسلعة معينة أو بده يروج لشيء معين اللي بيشتغلوا في نطاق الأعمال التجارية الصغيرة اللي عنده محل أو عنده شركة صغيرة هيكة ممكن اليوم يستفيدوا بشكل ممتاز ويعني تقريباً الأجواء إيجابية على كثير من المسائل لكن ديروا بالكم من العصبية برج الحوت طبعاً القمر الآن يعتبر هو في بيت المال فعشان هيك الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكو أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم ممكن تحصلوا على هدية ما ممكن تسمع خبر سار رح يلعب قريب دور مهم بالنسبة لإلك في الفترة هاي ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل طبعاً ليش بحكي ممكن 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 لأنه كل شخص فيكو هو ممكن يعني هو واحد من الممكن هدول في أشخاص رح يسمعوا خبر سار في أشخاص رح يكون لهم تعاون مع أقرباءهم في أشخاص رح يهتموا بشراكة أو عمل فعشان هيك نحكي ممكن إحنا عم ندمجها مع بعض اليوم رح تعالجوا الأمور بشكل دقيق رح تهتموا بأولوياتكم المالية بشكل أكبر رح تجدوا نوع من أنواع الحلول والتسويات الفرصة جيدة لا كثير من الأمور المالية ممكن يعني تعالجوا مسائل كان صعب إنكوا تعالجوا ها بالفترة الماضية ولكن بدون ما تصرفوا ما في داعي للإصراف ما في داعي لدفع الفلوس بدون مبرر يعني ما تكون تركزوا على هاي الناحلين بالختام حبي أن نشكر الأعضاء المنتسبين للقناة واللي بيدعموا للقناة طبعا الحمد لله زادوا الحمد لله صار في عنا أعضاء جدد كل الشكر وكل الاحترام والتقدير لهم وإلى الجميع للي ما عنده قدرة كمان إنه ينتسب للقناة أهم شنو يدعمنا بلايك وشير وكومنت حلو هيك زيو هذا يعتبر نوع من أنواع الدعم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة